حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة مراسم تكريم أبطال الروسيا في الكريملين وبعد انتهاء المراسم وردا على سؤال أحد الحضور بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 قال بوتين أنه سيترشح لخوضها لن أخفي ذلك كانت لدي أفكار مختلفة في أوقات مختلفة أنت على حق حان الوقت لاتخاذ قرار سترشح لمنصب الرئيس الاتحاد الروسي وأكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالانتين مادفينكو في اليوم ذاته أن بوتين قد قرر ترشحه في الانتخابات الرئاسية الروسية مضيفة أن إعلان ترشحه يستند إلى مصالح الدولة والمواطنين وهو أيضا ضمان روسيا كدولة قوية وأمنة ذات سيادة وفي هذا الصدد ذكر نائب رئيس مجلس الدوم الروسي وعضو المجلس الأعلى لحزب روسيا الموحدة سيرجي نيفيروف أن حزبه سيدعم ترشح بوتين للانتخابات الرئاسية دون أي قيد وشرط وفي وقت لاحق من اليوم ذاته قال السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن حملة بوتين لانتخابات الرئاسية جديدة قد بدأت في الواقع لكنها من حيث الناحية القانونية لم تبدأ بعد إذ لم يتم تسجيل بوتين كمرشح رئاسي بعد هذا وآلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلة باموفيلوفا يوم الجمعة أن التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في روسيا سيستمر لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الخامس عشر حتى السابع عشر من مارس المقبل وفيما يتعلق بإخبار إعلان مشاركة بوتين في الانتخابات الرئاسية أعلم الشعب الروسي عن ترحيبه بهذا القرار عموماً نحن نتابع قطية الانتخابات الرئاسية يواجه الوضع الهالي عدم الاستقرار والعديد من المشاكل باتت قطيرة لكن أقوله بصراحة إنني مسرورة جداً بدرشة رئيس للولايات المقبلة أنا أثق به كثيراً